الخبر أولي عادنا عرّدت فعل بي سانتيكت على العودة ياسو وسامتيكت فبعدما وسامتيكت نزعل حسبها بالإنستجرام هذا البوست اللي جان كاتب بي أن يوم السابق رح ينزل مقطع والأغلب منتوقع أنه سيكون ياسو بنفس الوقت يا حبايب بي سام الوضع أنه يتعرف فبنفس الوقت نزلت هذا السور اللي جان كاتب بي لا تنسأل لك الحق في أن تنهي ألاقة تؤذيك إغلاق كتاب لم يناسبك وإنشاء حدوث في تعاملك مع الآخرين وعدم الرد على مكالمة هاتفية تضايقك والتشبث بالأشياء التي تحبها مهما كانت غبية أش كما تريد أنت طبع هذا الكلام اللي هي كاتبتها كان بي سام كاتبتها يا حبايب بالسابق على هذه الصورة النزلة من عام 2020 وصورة شوية غريبة من وضعك وألغاز أو شيء تتحاول هي توصلني بطريقة موكش مفهومة خاصة من قبل السبوع بس يا حبايب هي نشاهدت من نزلة هذا البوست اللي جان حط بهذه العلامة واللي هي قصدها أنه كتم الصوت إنه هي قاعدة تكتم الحشيب داخلها فما أدري صراحة كون اللي قاعد يصير هل تتوقع عن بي سام ممكن تطلع وتفضح كون اللي قاعد يصير كتمونا بالكومنتاج كون وقاتكم اللي قاعد يصير وننتقل حاليا نور مار وأعلانه عن الشي صادم اللي رح يصير ورح ينزل لنا عبارة عن مقطع رح ينزل لنا يوم السبت فنزل شوية استوريات صارت يقول بيها أنه بسبب أشخاص يقاعد يسئلوا عن موضوع الزواج في يوم السبت رح ينزل لنا مقطع ورح يكون مقطع كل شي صادم رح نعرف به حقيقة هذا الموضوع شوفوا الاستوريات مشان التعليق اللي انتشر كتير لألي على تيك توك ننوص عيد زوجت ولهي قطع علينا وهيك أنا كتبت له أنه يوم السبت رح تعرفه يوم السبت رح تعرفه على اليوتيوب رح تكون صدمة لبعض الناس ومفاجأة لبعض الناس وما أعرف خليكم جاز يوم السبت تقول أنه هذه الفضيحة البيسان اسماعيل أنه ما شو نسوه بهذا الشخص عمد خلوه يطلع بهذا الشكل ضدهم دخصت حالك بإنسان وخسرت الفرصة الأخيرة جواني بألف غير ويتبيعي تيرا فاكتما نحبه بالكومنتاو شو نتوقعكم اللي يخلي هذا المغنيكوش مشهور أنه يطلع يتجيش على بيسان اسماعيل حسنا يا حبايب نحصل لنا على المقطع تمام المقطع جانبكو منتجسون أن تضعوا هذا المقطع لايكات وفجرون وبس جانبكو فايزة المقطع بميت القصص مع السلامة